مشاهدينك كل مكان أهلا بحضراتكم من جديد فقرتنا الحوارية الأولى هنتكلم فيها عن شيء مهم جدا 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 يمكن دلوقتي بقينا بنحس بيه لأننا استغلنا تقريبا أو استهلكنا تقريبا نصف الكميات اللي كانت مخزونة في الأرض من الطاقة يمكن حضراتكم عرفتوا قصدي على إيه دلوقتي على أزمة الطاقة بشكل عام أول ما نتكلم على أزمة الطاقة ممكن يجي في بال حضراتكم على طول أن بقيت الكهرباء بتتقطع على طول وأننا هنرجع لأيام زمان أيام اللمبة والجاز والكلام ده وحنروح فين دا احنا دلوقتي خلاص تعودنا محدش بقي يقدر يقعد من غير تكييف من غير نور من غير مية انقطاع النور ممكن يسبب لانقطاع المية لأن في بعض الناس بتستخدم المواتير تفاصيل كتير جدا جدا سبحان الله متعلقة بالنور ولكن أزمة الطاقة مش متلخصة بس ومش ممكن نلخصها في أزمة الكهرباء دي أزمات تانية كتير مش بس في أننا بنقعد في البيت أو في المحلات ضنمة لا الموضوع له علاقة بجوانب كثيرة جدا جدا وكمان أنا مش بهون ولا بهول ولكن الحقيقة أن أزمة الطاقة أزمة عالمية مش بس موجودة في مصر هنعرف مع حضراتكم تفاصيل أكتر عن أزمة الطاقة اللي موجودة في مصر وفي العالم كله وإزاي نقدر نحلها على قل داخل مصر مع ضفنا العزيز دكتور أحمد هرون الخبير الاقتصادي أهلا بك يا دكتور منورنا أهلا وسهلا بك يا فهلا دكتور أستأذنك قبل ما نتكلم مع عن أزمة الطاقة ناخد مشاهدينا ونروح نشوف تقرير سريع ونرجع لحضراتكم بعد هذا التقرير إن تقدم وتأخر البشرية يقاس بإنتاج الطاقة والطاقة الشمسية يمكن أن تعطي الكثير للبشرية وأن تتحكم في المجال الاقتصادي والسياسي والإنتاجي إن إنتاج الطاقة التقليدية أصبح مكلفا ويضر بالبيئة ويجب البحث عن أنواع للطاقة البديلة التي يمكن استخدامها بطريقة نظيفة وصديقة للبيئة مع عدم تعريض حياة الإنسان لمخاطر التلوث البيئي الصادر عن استغلال أنواع الطاقة القديمة ولو نظرنا لتاريخ البشرية نجد أن إنتاج الطاقة بدأ مع الإنسان من أقدم العصور باستخدام الفحم كمصدر للطاقة ثم تطور واستخدم الكهرباء ثم استخدم الغاز الطبيعي وكل هذه الأنواع من الطاقة تسبب أضرارا للإنسان فكان لابد من البحث والتفكير في طاقة بديلة أقل ضررا وتكلفا ويمكن القول أن كل الطاقات البديلة يمكن إرجاعها للشمس بما فيها البترول والفحم لذلك تعقد كل الآمال على الطاقات المتجددة في حل المشاكل البشرية في العالم ويعتبر أن كل أنواع الطاقة ستنتهي إلا أن الطاقة المتجددة لا تنتهي الطاقة المتجددة لا تنتهي ولكن إزاي نستغل هذه الطاقة؟ تفاصيل كتير جداً جداً هنعرفها من دكتور أحمد دكتور أحمد أهمل أهلا بك مرة تانية أهلا وسهلا بك دكتور قبل بنتكلم عن الأزمة ونتكلم عن الموضوع بشكل أكبر أنا عايزة من حقيقة تعريف لما هو معنى الطاقة وإيه هي مصادر الطاقة سواء كانت ثابتة أو متجددة بسم الله الرحمن الرحيم نحن لدينا مفهومين للطاقة المفهوم التقليدي هو الفحم والبترول والغاز وزي ما قال التقرير ده معروف بقاله مئات السنين الفحم مئات مئات السنين كمان البترول بعده بشوية الغاز بعده بشوية أما المفهوم الجديد للطاقة ففيه الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البيولوجية وفيه مفهوم جديد للطاقة زي طاقة باطن الأرض وهذا موضوع ضخم جدا وله تفاصيل فإحنا لدينا مجموعتين المجموعة التقليدية اللي حضرتك أشرت إليها أن هناك تقارير من علماء اسمه هيربرت من خمسين سنة قال أن الطاقة الطبيعية الفحم والبترول والغاز سوف تنتهي خلال مئة سنة تماما وتنفد تماما وقام الكثير من العلماء بعمل أبحاث تؤكد أن الطاقة الطبيعية الفحم والبترول والبترول والغاز سوف ينفد من على الكرة الأرضية خلال خمسين سنة من الآن وبالتالي أصبح العالم في قلق أن يجد بداء الأخرى تمام نوعيات بقى الطاقة يا دكتور اللي موجودة يعني بعض دول الخليج مشهورة بالموضوع الطاقات البترولية مصر عندها طاقات إي أكثر من أي دولتين يعني هل إحنا متميزين في نوع معين من الطاقات؟ يعني طبعا نحن متميزين جدا مثلا الفحم نحن مصر والجزائر والمغرب هما تلات دول عربية فقط اللي لديهم كميات من الفحم والوطن العربي كله 22 دولة ليس لديها فحم الثاني مصر بسحية حوالي مليون كيلو متر مربع نحن نسكن في خمسة أو ستة في المية من المساحة وباقي المساحة مفتوحة هناك دراسات من سنة 1918 أن مصر لا تغيب عنها الشمس يعني الشمس تشرق على دولة مصر تقريبا 360 يوم في السنة وبالتالي استغلال الطاقة الشمسية في مصر ده شيء يبقى واعد جدا كذلك المساحات الضخمة جدا في الصحراء الشرقية والغربية وهبوب الرياح المعتادلة والمتوسطة يدينا انطباع إمكانية استغلال الطاقة من خلال طاقة الرياح الطاقة النووية لدينا مشروع من ما يقرب من خمسين سنة وهي منطقة الضبعة هو توقف هذا المشروع سنة 1986 في حادث شرنوبل فتوقف المشروع لكن سنة 2007 أعيد طرح الموضوع مرة تانية سنة 2011 أعيد الموضوع مرة تانية الآن يتم دراسة كيف ننشئ محطة نووية في الضبعة الآن أنا أتكلم على الآن وبالتالي مصر لها ميزة نوعية في موضوع الطاقة أنا سألت حضاك ليحنا متميزين عشان نعرف المشكلة عندنا منين ما شاء الله عندنا شمس الله أكبر ما شاء الله تقريبا طول السنة العالم كلنا دايما بيقول أنه هو بيحسدنا عليها ما شاء الله ليه ما بنستغلش الطاقة دي وهي طاقة طبيعية من عند ربنا سبحانه وتعالى لو كمان يعني إلى حد ما غير مكلفة مش هتكلفنا حاجة هل استغلال الطاقة دي هيحتاج بعض الميكانة والأجهزة والأليات يعني عشان نستغل الطاقة بيها هيكون الموضوع مكلف علينا نعم شوفي نحن مضطرين نحن مضطرين أن نلجأ إلى هذه الأنواع من الطاقة علشان نعمل فوكس شوية عن المشكلة في مصر نحن نستهلك يومياً مائة ألف طن بيترول أو مواد بيترولية يومياً نحن نستهلك المجتمع عن المصر يومياً نستهلك يعني من تسعين ألف إلى مائة ألف طن مواد بيترولية يومياً نحن ننتج سبعين في المئة فقط وبالتالي نحن لدينا في الطاقة البترول والغاز على سبيل التحديد عجز قدره 30% حتى نغطي هذا العجز بنقوم من استيراده من الخارج صح؟ بنستورده من الخارج حتى نستطيع استيراده لابد البنك المركزي المصري أن يدبر شهرياً 900 مليون دولار هذا الرقم مش طبيعي البنك المركزي الآن يدبر 900 مليون دولار شهرياً لتغطية عجز الطاقة طبعاً هذا يمثل عبق كبير جداً على حاجتين على السيولة النقدية اللي في البلد وعلى العملة الصعبة خذ بقى المشكلة اللي أكبر من كده أنا عايز أوصل بيكي أن نحن مضطرين أن نلجأ إلى البدائل الأخرى للطاقة هذه الطاقة التي نستوردها أو المواد البترولية التي نستوردها نحن نستوردها بالأسعار العالمية اللي هو الطن تقريباً ألف دولار خلاص على كده نحن نبيع الطاقة إلى الشعب المصري بالأسعار المحلية الطن من ألف إلى ألفين جنيه إذن هناك فرق بين سعر الاستيراد ألف دولار وسعر البيع وسعر البيع يؤدي بالدولة إلى تقديم دعم للمواد البترولية تقريباً خمس تلاف جنيه لكل طن ده بيجمع في نهاية السنة المالية مئة مليار جنيه الدولة تقدم دعم للمواد البترولية مئة مليار جنيه ده المواد البترولية يعني البنزين والغاز والسولار والمزوت وليس الكهرباء حط بقى الكهرباء الدعم المقدم للكهرباء من حوالي 15 إلى 20 مليار بمعنى أن الدولة تقدم 120 مليار جنيه دعم لقطاع الطاقة يبدل وقت عندي شوية مشاكل 30% عجز في كمية الإنتاج عن الاستهلاك اتنين أن أنا أضطر أدبر 900 مليون دولار شهرياً وهذا عبء طبعاً على الميزانية المصرية وعبء على العملة الصعبة ثلاثة أن أنا مضطر نحن مضطرون إلى تقديم المواد البترولية بالسعر المدعوم أكيد لكن هذا الدعم يحمل ميزانية الدولة حوالي الدعم كله كبير جداً لكن المواد البترولية والطاقة حوالي 120 مليار جنيه لما تشوف المشكلة دي كويس طيب نحن نريد أن نعمل تنمية صناعية صح ونريد أن نعمل تنمية في الإسكان إزاي نعمل تنمية صناعية أو تنمية زراعية أو تنمية في الإسكان ونحن الآن لدينا مشكلة في الطاقة يبقى الحل الوحيد أن نفكر وبجدية الآن التحول إلى مصادر أخرى للطاقة طاقة بديلة طيب قبل أن نخش في الحلول يا دكتور في بعض الناس يجي تسأل طيب وإحنا ليه زمان أو على الأقل من خمس ست سنين ما كناش حاسين بحجم المشكلة بالشكل ده هل عشان إحنا إنتاجنا للطاقة زي ما حيكت تفضلت وقلت قل وبقينا بنستورد نسبة كبيرة ولا عشان إحنا العدد زاد ولا عشان كمان استهلاكنا زاد عشان إيه بالظبط شوف هذا أمر منطقي هذا أمر منطقي وإنت أشارت إليه بسرعة في حوارك فزيادة الكسافة السكانية شيء طبيعي هتستهلك طاقة أكتر زيادة الرقعة الزراعية هتستهلك طاقة أكتر زيادة الطاقة السكانية بالطبيعة هتحتاج طاقة أكبر لو عملت توسع صناعي هتحتاج طاقة أكبر فده شيء طبيعي علشان كي أدائما أقول أن لابد للدول أن يكون لديها تخطيط استراتيجي يسبق الزمن شوي يعني لابد تخطيطنا احنا يبقى لمدة خمس سنين وعاشر سنين وعشرين سنة قدام لو لدينا هذا التخطيط الاستراتيجي أنا أعتقد أن احنا كنا انتبهنا لقضية مشكلة الطاقة وكنا وفرنا يا دكتور ومكناش عنين الناس دلوقتي بتقول يا رب ربنا يسطر يعني تحديدا على مشكلة الطاقة الكهربائية الصيف لسه مجاش والكهرباء برضو لسه بتتقطع لحد بالساعة والساعتين طب لما الصيف يدخل والحمل يزيد إيه اللي هيحصل نحن لدينا يعني طموحات كبيرة جدا والحقيقة وزارة الكهرباء لها طموحات كبيرة جدا في هذا المكان وبتحاول الآن ونحن عاديين دلوقتي أنها تعمل محطات توليد الكهرباء لكن محطات توليد الكهرباء مكلفة محطات توليد الكهرباء 300 مليون دولار وأرقام من هذا القبيل فهي مكلفة كويس لكن أرجع أقول تاني أن وزارة الكهرباء خلي بالك من المشكلة دي وزارة الكهرباء ووزارة البترول لهم مستحقات مالية عند القطاعات الحكومية حوالي 180 مليار وفي نفس الوقت وزارة الكهرباء ووزارة البترول عليها مديونيات للبنوك والشركات والموردين 150 مليار نحن نريد حد يتدخل يحل هذه الإشكالة مرة تانية الكهرباء والبترول عليهم حوالي 150 مليار 50% للبنوك و50% للشركات والموردين في نفس الوقت هم مليهم فلوس عند القطاعات المختلفة من الحكومة حوالي 180 مليار نحن نحتاج حد يدخل يحل هذا الاتشابق كذلك هناك مشكلة في السيولة أنا أعتقد أن موضوع السيولة ده يحتاج إلى حلقة خاصة كويس للحديث على السيولة نحن الآن يعني كما سمعت هناك مشروع لبناء مليون وحدة سكنية طبعا شيء مبهر وشيء رائع وشيء جميل وشيء مباشر لكن هل سألنا نفسنا المليون وحدة سكنية مليون وحدة سكنية وهتعادل تقريبا تقريبا خمس مدن كاملين طب هنعمل إيه في الطاقة يعني أنت هتبني وهتسكن مشكلة الطاقة هتحلها إزاي أنا أعتقد أن ده لا يمكن تحميله على إمكانيات وزارة الكهرباء الحالية ولا بد من التفكير فيه أكيد المواطن العادي لما يسمع كلام حيث كده يحس أنه هو هنعمل إيه عارف الإحساس ده نعم إيه اللي هيحصل طبعا فيه مديونيات من هنا وفيه عجز من هنا وفيه متاهات الشعب المصري عايش فيها نعم هنعمل إيه نعم الأول أنا أقول لدي دي طبعا مسؤولية يعني مسؤولية الدولة التخطيط والتفكير والتنفيذ والحاجات دي يعني مسؤولية الدولة وبالتالي المواطن يجب أنه يأمن أو يشعب بالأمام ما يشعبش بالألم وهذه مسؤولية الدولة لكن ما هو التراك اللي إحنا نمشي عليه هذا موضوع شوفي السعودية تعتبر أكبر دولة عربية منتجة للبترول خلاص السعودية تنتج في اليوم حوالي 10 مليون برميل السعودية وهي تنتج 50% مما ينتجه الوطن العربية كله تقريبا بينتج حوالي 20 مليون السعودية تنتج من الساعة بالأمس السعودية قررت أن تستغل الطاقة الشمسية مع أن هي ما عندهاش مشكلة في الطاقة اطلقا هي مصدر هي مصدر للطاقة هتبدأ مشروع ترصد لي حوالي 9 مليار دولار لإنشاء محطات كبيرة جدا لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية نحن أولى من السعودية بهذا الاتجاه شوفي حدثت مشكلة كبيرة جدا بالطاقة بعد حرب 73 وارتفع سعر البترول من 14 دولار للبرميل وصل لحد 40 دولار للبرميل الواحد في الوقت ده كان بيل كلينتون رئيس أمريكا أمريكا أكبر دولة في العالم تنتج البترول وتستورد البترول أمريكا على فكرة بتستورد حوالي 75% مما تحتاجه بيل كلينتون عمل إيه؟ بيل كلينتون أقر مشروع لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية ووضع فوق البيت الأبيض ألواح لاستقبال الشمس عشان يعمل الطاقة الشمسية وخلي البيت الأبيض يشغل بالطاقة الشمسية لكن بعد كده جي ريجان واعتبر إن ده نوع من العيب إن أمريكا يعني كده فرافع الألواح دي لكن أمريكا في وقت مباكر جدا اشتغلت على الطاقة الشمسية الطاقة النووية مثلا بزبت الناس متصورة إن كلمة الطاقة النووية يعني السلاح النووي يعني حروب يعني ضمار لا 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 إطلاقا دول العالم 240 دولة عندنا 35 دولة على الأقل لأن في دول شغالة مش معروفة 35 دولة تنتج الطاقة النووية 35 دولة بعيدا عن السلاح 35 دولة آخرهم الهند ومكستان وإيران والإمارات ستنتبط طاقة النووية قريبا أنا أقول ولديهم دراسات إن هما ينتجوا طاقة نوية نحن في مصر موضوع طاقة النووية أولا لدينا خبراء في الطاقة النووية عظماء ولدينا مركز الطاقة النووية أو الزرية في مصر ناس عبقرة ولدينا مكانة عمل عليه دراسات اللي هي ضبعة منذ زمن طويل جدا ما حدث في تشيرنوبل حدث في فرنسا اللي هو انفجار المفاعل النووي حدث في أمريكا اسمها جزر الأميال الثلاث كان حوالي 79 أو حيزة كده في تشيرنوبل كان حوالي 86 في فرنسا واليابان في كوشيما مشهورين كان 2011 هذا لا يعني إطلاقا لا إحنا نعمل نسب أمان عالية ونأخذ احتياطاتنا لكن الطاقة النووية دي طاقة مهمة جدا 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 ومصر تأخرت بما يبقى فيه الكفاية ويجب أن تبدأ فورا ولا تتأخر أكثر من ذلك طب مناسبة الطاقة النووية حدثك اتكلمت على معدلات الأمان هل مصر جاهزة أن هي فعلا تحقق أعلى معدلات الأمان لأن احنا مش في حمل بصراحة أن احنا يحصل لنا زي ميروشيما ونجازات طبعا ده سؤال ممتاز جدا أنا عايز أقول أن الخبراء المصريين على درجة عالية جدا جدا من الكفاءة وغالما هذه التكنولوجيا هي تكنولوجيا مستوردة وليس صناعة محلية وبالتالي في الشروط والمواصفات اللي احنا بنحطها للمؤرد لهذه التكنولوجيا نضع فيها كل الضمانات والشروط المطلوبة أمري يعني وبعنين خلي بالك لما بنقول أن في 35 دولة وأن الطاقة الزريعة تنتج من الستينات لحد الآن فأربع انفجارات بعضها محدود وبعضها كان مزعج شوي يبقى شيء بسيط جدا لما نقول 35 دولة من حوالي 50 سنة أعتقد أن ده أمر يعني حاجة بسيط يعني ما يخوفناش قوي طبعا مش عشان مصر بسيط أنا مش عايزة كون متحيزة ولكن في دول العالم برضو عندها مشاكل كبيرة جدا في الطاقة وحدك أشارت الأمريكا أمريكا يمكن دماغها جابتها أنها تستغل الطاقة الشمسية وقالت أن ده مش عيب في البداية بعض دول العالم برضو عندها مشاكل أخرى في الطاقة شوفي لازم تنتبه إلى قضية بسيطة جدا الناس ما تاخدش بالها من الموضوع ده هي منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول هي حوالي 13 أو 15 دوله فقط كويس؟ أوابك الأوبيك العربية المصدرة للدول حوالي 10 دول طيب 15 دولة من كم دولة؟ أنا قلت 240 دولة في العالم طب قيتي الدول بتعمل إيه؟ دلوقتي دولة 15 دولة مصدرة للبترول أو للغاز طب قيتي العالم بيشتغل كذلك؟ قيتي العالم زي أوروبا مثلا أوروبا ليس لديها بترول كافي وليس لديها غاز كافي ولكن لديها بداء الأخرى للطاقة مشكلة الطاقة في العالم مشكلة قوية جدا جدا توجهها أمريكا وتوجهها الصين وتوجهها دول أوروبا كلها ارتفاع سعر برميل البترول من 14 دولار إلى 100 دولار وتجاوز الميت دولار هذا الارتفاع يؤثر سلبا جدا على الاقتصاد الأوروبي لما تعرفي أن في 18 دولة انخفض انتاجها انخفض انتاجها بشدة ليه خلص؟ البترول خلص عندها والغاز خلص عندها وبالتالي هو عنده مشكلة لما تعرفي أن في بعض الدول زي الجابون واندونيسيا كانت من دول الأوبك وتصدر البترول انخفض البترول وأصبحت الآن تستورد أرجع أقول مرة تانية أن التنمية الصناعية الشديدة جدا في الدول الأوروبية وامريكا وكذا بيجعلها تحتاج إلى الطاقة في الوقت اللي حضرتك أشارتي انخفاض نسبة الطاقة بنسبة 50% بالسبت العالم استهلك 50% من الطاقة خلال 50 سنة وبالتالي قدام 50 سنة وتنتهي الطاقة التقليدية اللي هي الفحل والغاز والبترول وبالتالي مشكلة الطاقة هي مشكلة عالمية لكن العالم تحرك في اتجاه الحلول العالم كله تحرك في اتجاه الحلول طب ومصر دكتور اتحركت معهم ولا لا؟ شوفي شوفي آيوة شوفي لما مريض يروح للدكتور الدكتور كالبا لازم يقوله انت عندك مشكلة كذا وعندك مشكلة مشكلة كذا حتى يلزمه أن يأخذ الدواء أنا أتصور أن مصر تأخرت لكن أوكي تأخرنا نبدأ طب الوعدة الصحية ممكن تبقى جديدة لقدر الله بعد التأخير ده لا يجب أن نتأخر أكثر من ذلك لا يجب شوفي احنا اتكلمنا على أن مصر الوقت بصدد إنشاء مليون واحدة سكنية أوكي ماشي لكن أنت لم تفكر كيف ستدبر الكهرباء لمليون واحدة سكنية وأنت الآن عندك مشكلة وبالتالي التحول إلى الحلول الأخرى ده ضروري جدا جدا هتديك معلومة بقى خطيرة جدا المخابرات الأمريكية لديها مشروع سري خلاص مشروع سري خلاص لإنتاج الطاقة من نبات يزرع في الأرض اسمه جوجوبا جوجوبا أو جادروفا جادروفا هم النباتين دول وعشان كمان المشاهد يبقى مبسوط مركز البحوث الزراعية عمل عليه دراسة في مصر خلاص والمركز القومي للبحوث عمل عليه دراسات وحنا عملنا حلقة هنا في اللون الأخر برده خلاص وهذا النبات تم اكتشافه في السودان والمخابرات الأمريكية عملت عليه دراسات قوية جدا النباتين دولة اللي أنا ذكرت أسمائهم كويس النبات بيطلع حبوب هذا الحب يتم عصره يطلع ديزل مباشرة يعني يطلع ديزل مباشرة يقابل للاشتعال يمكن في مصر عايزين يحسنوا مواصفات شوية هذا النبات داودة كويس نبات عضوي مفيد جدا للصحة يعيش وينمو في أي أجواء القليل جدا من الماء طربة أي أنواع طربة يعيش فيها لا يحتاج إلى عناية لا يحتاج إلى رعاية مجرد العصير مباشرة يدي ديزل يمكن تحسين مواصفاته طب إحنا عندنا بزور من هذير نحن للحصول أنا لدي بزور من يريد أن يحصل على البزور هيحصل عليه هيحصل عليه وغالبا البزور متوفرة جدا في السودان الشخيط طب المشكلة في إيه بقى؟ ليه ما بمستغلش الموضوع ده؟ هذا السؤال يعني إيه كومبليكيتيد شوية لكن أنا أعتقد أن عدم إقدامنا شوية على الحلول البديلة زي الطاقة النوية أو زي تطوير كبير في طاقة الكهرباء أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو كذا لإحساسنا أن المشكلة لازالت تحت السيطرة كويس؟ ولوجود إلى حد ما مشكلة في السيولة شوية نحن لدينا عجز في الموازنة الآن يعني يقترب من 200 مليار جنيه وربما خلال الشهور القادمة ربما يزيد هذا العجز لكن هذا لا يمنعنا إطلاقا من إيجاد وسائل للتمويل مثل بي أو تي أو دخول شراكات أو أشياء أخرى نتكلم في حلقة تانية عن الحلول للتمويل أو السيولة النقدية في المجتمع لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أن وزارة الصناعة، وزارة الإستثمار، وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة، وزارة التخطيط أنا أعتقد أن هذا الوقت يجب أن يبدأ الجميع فورا في التحرك وإلا خلال سنوات قليلة سنواجه مشكلة في الطاقة وساعاتها يعني مش يكون كويسة اسمح لي يا دكتور حيك وصفت وعبرت عن حالتنا بتشبيه يمكن لمس كل مواطن مصري فكرة أننا دايما متحركين متأخر وما خدماش الدواء لحد دلوقتي وحضرتك أشارت النقطتين مهمين وفي البداية كمان اتكلمنا عن الطاقة الشمسية والرياح والزهور سواء كان في الججوبة أو الظهرة الأخرى إحنا ما عندناش إمكانيات دلوقتي نحن نبتدي في هذه المصادر البديلة أنا برضو عايز أقف على النقطة دي ولا إحنا متأخرين عشان ما حصلتش مشكلة كبيرة فلازم نتحرك بعد فوات الأواني ده كلام ممتاز، هو الرأيين صح نحن ليس لدينا مشكلة يعني قاتلة كويس وبيتم حلولها حلول جزئية زي انقطاع الكهرباء هنا هذا الانقطاع مخطط وليس عشوائي بالزبط، يعني الدولة هي اللي بتقطع الكهرباء عن بعض المناطق اللي спادت ساعه هنا وساعه هنا وساعه هنا وساعه هنا فهو يعني عشان تخفف الحمل شوية بتخفف الأحمال لكن عاد أقول ثاني انت بتخفف الأحمال المهاردة على اليوم كويس? وماذا عن التنمية الصناعية هتعمل إيه؟ وماذا عن التنمية السكانية هتعمل إيه؟ وماذا عن كل انواع التنمية هتعمل إيه؟ الطاقة تمثل عمود الفقري لأي مجتمع وهي ستقول لو أنت عندك مشكلة النهاردة تمثل 30% أو 20% أي نسبة طب بكرة هتعمل إيه؟ طب بعدها هتعمل إيه؟ طب لما تيجي تعمل تنمية حقية في المجتمع هتعمل إيه؟ لا إذا لم يتحرك المسؤولين الآن لحل هذه المشكلة لا لا ستكون مشكلة يعني كبيرة جداً جداً طيب يا دكتور زالي بنكلم على الحكومة وبعض الدول برضو المواطن المصري مفروض منه أنه يتعامل بترشيد الاستهلاك في الكهرباء تحديداً يعني أنا بشوف بعض الأسر عندها تكييف بدل التكييف 3 و 4 وبشوف بعض الأسر برضو يسيبوا الإضاءة طول النهار في البيت فتنصح المواطن المصري زي يقدر بالفعل يرشد استهلاكه للطاقة شوف هذه مسؤولية المواطن ومسؤولية الجهات البحثية كلية الهندسة في مصر أيضاً فيها عمالقة وفيها ناس مفكرين الآن في الصين يصنعون بيوت يكاد لا تضيء كهرباء إطلاقاً مش بالطاقة الشمسية المتعرف عليه لا بدوء الشمس مباشرةً بمعنى لو أن البيوت احنا غالباً بنهتم شوية بالهوى فنعمل البيوت كلها الكمستركشن بتاع البيوت نعمله بحري إبلع شان يبقى الهوى بحري يعني كويس تخيالي لو أن الهندسة فكرت كيف تدخل الشمس في الصباح وفي المساء لو العماير نفسها اتعملت بما يسمح بدخول ضوء الشمس بحيث لا نحتاج الإضاءة العادية خلال أيام النهار أنا نحن نرى عمائر كثيرة جداً تضيء الكهرباء بالنهار مش يستخدام الكهرباء يعني التلاجة والبتجاز لا 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 أدري ما تكلم على الإضاءة العادية فأنا أتصور أن كويس الهندسة لازم يبقى فيها اقتراحات كيف يتم البناء متوافق مع الضوء الطبيعي في نقطة مهمة جداً الأبنية الخراصانية المسمطة تؤدي إلى مزيد من استهلاك الطاقة لأن بيحصل احتباس حراري فترتفع إذن كويس الهندسة عليها أن تهتمل بطريقة البناء زي الطوب المفرغ ونوع من الطوب ممزوج بالفلين وهناك دراسات كثيرة جداً والإخوة في كويس الهندسة لهم خبرة في نفس الوقت دراسات عملت كثير جداً أن الأسرة المصرية لو مش محتاج اللمبة اطفيها يعني ادخل الحجرة ايد اللمبة بعد ما تخرج تطفيها استخدام الكهرباء في أماكن كثيرة جداً في الأفراح والنوادي بكمية كبيرة جداً جداً أنا أعتقد نحن الآن في أزمة في الطاقة وعلى الإخواننا وأهلنا من الشعو المصري محاولة يعني توفير الطاقة وهذا أفيد ليهم إن شاء الله على قد ما نقدر والله يا دكتور كلام حقيق مشرق جداً جداً أنا مش عايز أكون متشأمة ولكن حقيق بتتكلم على تخطيط في الهندسة وفي البناء طبعاً ده إحنا مش عايز في بعض الأماكن وتحديداً مثلاً في اسكندرية في الغرباءة وغيرها بعض الأماكن بيبقى محددين بس العلو علو المباني خمسة سبتة عشان نحافظ على المنظر كلام ده دلوقتي ما بقاش موجود وبقت الناس ليها فكرة بس في المكسب وإزاي ابنه بشكل أكبر تفتكر حقيقي إحنا ممكن نوصل للمرحلة حقيقة تفضلت قلتها دي نحن نفكر في البناء إن الشمس هتخشيننا من أين؟ ده 100% نحن مضطرين نحن مضطرين إلى اللجوء إلى هذا أنا بقى ديك معلومة برضو يعني جميلة جداً كل التوسعات العمرانية الجديدة لا يجب أن تستخدم الكهرباء في تسخين المياه لا يجب ليه بقى؟ لأن ده مجرد وحدة للطاقة الشمسية فوق السطح وموسير لكل إشواء هتمد كل إشواء بالمياه الساخنة وبالتالي يبقى استبعدنا ما يقرب من 10% من الطاقة المستنفدة في تسخين المياه من وحدات صغيرة جداً عشان برضو أسهل لحضرتك الموضوع ده الهيئة العربية للتصنيع والمصانع الحربية فيها خبراء هم الآن ملزمون أن يعملوا وحدات لتوليد الطاقة الشمسية والحفاظ عليها وإمداد كل خطاعات الشعب المصري نحن الآن نحتاج إلى استيرادها الهيئة العربية للتصنيع فيها خبراء عباقرة وكذلك المصانع الحربية لديهم خبراء ويجب توجيه هذه الصناعة في معلومة تانية جميلة جداً نحن لدينا في مصر لدينا في مصر خمسين ألف كيلو متر طرق سريعة نحن لدينا في مصر خمسين ألف كيلو متر طرق سريعة تصور كل هذه الطرق تضاء بأعمدة الإنارة الطبيعية لبين الكهرباء أغلبها غير مضاء أغلبها غير مضاء عمود الكهرباء الذي يعمل بالطاقة الشمسية بيباع في أوروبا بـ 500 دولار بـ 600 دولار أنا لا أقول يعني نشتريه 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 أنا أقول نصنعه نصنعه تصوار أعمدة الكهرباء تستهلك من جملة السهلاك مصر من 8% من الكهرباء لو أنا شلت الـ 18% من شغال داري أنا هوافر يعني ممتاز جدا 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 دي حلول يا دكتور برضو أنا عايزة محاكي الحل بقى الأمثل وهي دايما مشكلة المشاكل هي التمويل سريعا كده إزاي ممكن ندر محل المشكلة التمويل ده عايز أعدة خاصة كويس لأن ليه أكتر من حل كويس لكن بعض هذه الحلول أنا أعتقد أنها للدولة قادرة على أنها يعني تحل المشكلة في القريب أما مشكلة التمويل في مصر أزا توتل فأنا أعتقد أن دي عايزة حلقة خاصة علشان ندرس الجوانب المختلفة للتمويل وإيه طبيعة مشكلة التمويل بالضبط وأثارها على حياة الناس يعني أثارها سلبا جدا ولكن إيكان حضرتك الحد الأبنى للأجور مثلا دلوقتي في معاناة يعني كبيرة جدا والناس هتعمل إيه يعني يعني 1200 جنيه ده المنمام عشان الناس تعيش وبالتالي الدولة ملزمة وهي ألزمت نفسها وبالتالي لابد أن تطبيقوا وهناك قطاعات حتى الآن لم يعني تتقادل حد الأدنى لكن عموما هناك مشكلة في السيولة أنا أعتقد أن إيه أن مشكلة السيولة والتمويل تحتاج إلى يعني حلقة خاصة علشان ندرس كل الجوانب المتعلقة أكيد إن شاء الله هنعيد المناقشة في هذا الموضوع لأن قد كده الموضوع ده حيوي جدا جدا دكتور مرة تانية وأخيرة عايزة من حياك رسالة لكل مشاهدينا في كل مكان إزاي قدروا يعني يرشدوا استهلاكهم لأننا لأسف أول ناس بنتضار بموضوع انقطاع الكهرباء وحتى مش بس طاقة الكهرباء أنا بكلم على الغاز أو السولار أو البنزين توابير البنزين دي مش عايزين نشوفها تانية إن شاء الله طبعا كلام حضرتك طبعا ممتاز جدا 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 نشد الشعب المصري أن لا يحمل نفسه يعني أنا أقل فاتور الكهرباء دلوقتي بقت 50 جنيه إلى 100 جنيه إلى 150 جنيه إلى 200 جنيه طبعا مش كلم على الألف جنيه ولا أنا دي طبق قادر على دفع الألف جنيه لكن أنا أقول أن الأسر المصرية حاول تحافظ على أموالك بترشيد الطاقة هذا اللي أنت مش محتاجه ومن فضلك ما تستعملوه أنا أنصح كمان بعدم استخدام الأجهزة الكهربية التي لا مبرر له يعني البتجاز اللي بالكهرباء ده تحميل أفر شوية على الكهرباء كذلك الأفران اللي بالكهرباء برضو تأتحميل ده عالية شوية السخنات اللي بالكهرباء برضو فيها تحميل شوية الغاز أكثر مرونة من الكهرباء فأنا أعتقد أن ده من مصلحة الموطن المصري أنه يخفض استهلاك الغاز أكيد ولو الناس بتخاف من السخنات بالغاز يعني يشغلوا الكهرباء شوية هو سيفتي بس برضو نحاول على قد ما نقدر يا دكتور نرشد استهلاكنا دكتور أحمد هارون الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك بجد نورتنا استفدنا منك جدا مرسي يا دكتور ليك مشاهدينا أزمة الطاقة كلنا بنعاني منها فأرجوكم على قد ما تقدروا رشدوا الطاقة وإلا وإلا هنرجع زي أيام زمان لنبة الجاز ونحط الجاز ونقعد بقى نستنى ودلوقتي حداكم في ظل الارتفاع الحراري إحنا هنتبخر في الصيف ربنا يلطف بينا يا رب في الأيام اللي جاية نتمنى يا رب من مصر كل الأمن والأمان من ناحية مصادر الطاقة